دبابة الميركافا هي دبابة قطالية رئيسية تم تطويرها من قبل إسرائيل وبدأ استخدامها في السبعينات إليكم بعض المعلومات الأساسية عنها بدأت عملية تطوير الميركافا في أوائل السبعينات بواسطة مصنع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وهناك عدة نسخ منها بما في ذلك الميركافا 1, 2, 3, 4 تتمتع بدروع سميكة ومكونات لحماية ضد القضائف الموجهة وتتضمن أيضا أنظمة حماية نشطة مثل مقلاع وسبايس لحماية الطاقم ضد الصواريخ والقضائف وهي مزودة بمدفع رئيس عيار 120 مع أسلحة ثانوية مثل المدافع الرشاشة تصميمها يمكنها من الحركة في التضاريس الوعيرة وهي قادرة على العمل في الظروف القاسية ويمكنها حمل عدد من الجنود مما يتيح لها أدامها متعددة استخدمت في حروب متعددة منها حرب لبنان عام 1982 حيث أثبتت كفاءتها في القتال وتستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب والحروب الحضرية تتضمن تقنيات متقدمة مثل أنظمة التحكم في النيران والتوجيه تعتبر الميركافا واحدة من أكثر الدبابات تطورا في العالم وقد أثبتت فعالياتها في مختلف السيناريوهات العسكرية ترجمة نانسي قنقر